مرحبا من جديد وهذه المهارة من مهارات اللغة العربية هي فن كتابة السيرة الذاتية السيرة الذاتية هي تعريف من الشخص بنفسه لجهة معينة سواء كانت جهة عمله التي هو فيها على رأس العمل أو جهة يريد أن يعمل فيها أو استخدامات غير ذلك المهم أن الشخص يريد أن يعرف بنفسه في وثيقة موجزة يقدم فيها معلومات شخصية وبالتالي فنحن نقول عنها سيرة ذاتية يعني كيف سارت حياة هذه الذات من الناس إذن هي وثيقة تتضمن موجزاً يعرف فيه المتقدم بنفسه وبخبراته العلمية والعملية والمهارات التي يجيدها ولذلك نحن قلنا عند التقدم لطلب وظيفة عندما كنا نتكلم في الرسائل الإدارية أن من أنواعها طلب الوظيفة وعندما نطلب الوظيفة فاختصاراً للوقت وأيضاً لمزيد من الإضاح وحتى أن الشخص يعني ربما هو يتقدم إلا وظيفة قد يعني يرتبك ولا تحضره كل خبراته ومهاراته وكذا فالأفضل أن يقدمها في شكل سيرة ذاتية مكتوبة وهي السيرة الذاتية هي أول لقاء بين صاحب العمل وطالب الوظيفة العمل المحتمل الذي أريد أن أقدم عليه وأنا طالب الوظيفة وهذه السير من تسهيلاتها في مجالات طلب الوظائف أنها عندما تكون بين يدي صاحب العمل والمسؤولين في هذه الجهة التي يتقدم إليها طالب الوظيفة تكون بين أيديهم يفرزون منها الأسماء المرشحة الأكثر حظاً الأكثر قابلية واحتياجاً في هذا المجال أو هذا العمل ثم تأتي بعدها المقابلة الشخصية التي تكون بعد الفرز هذا واختيار الأسماء المرشحة لكتابة السيرة الذاتية صور وهي في مجملها تعود إلى الآتي يكتب الشخص اسمه وعنوانه وبيانات الاتصال عنوانه يعني البلد الذي هو فيه المنطقة التي هو فيها أبها الحي الفلاني يكتب معلوماته هذه وكيف يتم التواصل معه إذا لم يضع هذا طبعاً الإسم بعض الناس معتادين ويعني ألاحبها كثيراً عند الطالبات والطلاب أنه ممكن يجي يكتب اسمه واسم قبيلتها أو يكتب اسمه ليس كما هو مدوناً في بطاقة أحواله المفروض يكون الاسم كما هو في الهوية الوطنية والعنوان ضروري أن يعرف أين يسكن هذا الشخص لأن هذا العنوان سأ يعني جهة العمل مثلاً تريد أن يكون في المنطقة التي هي فيها يسبب مشاكل بعدين للعمل أنه أنا أقيم بعيداً أنا أعاني أنا كذا كذا يحتاجون إليها ممكن حتى قربه المكاني أيضاً حتى في الحي الذي سيذكره إذا كان قريباً من مجال العمل سيعطيه فرصة أكثر لأن يكون من المرشحين للفوز بهذه الوظيفة ثانياً المؤهلات المؤهلات بمعنى أكاديمية هذا الشخص أين درس؟ ما الذي درسه؟ كيف يعني ما هو تخصصه؟ في أي جامعة تخرج أو درس؟ كم شهادة عنده؟ الدورات التدريبية الورش التي حضرها هذه يعني تؤهله للحصول نسميها مؤهلات لأنها تؤهله للحصول على ما يريد ثالثاً الخبرات العملية الخبرات العملية أي نشتغل من قبل لأنها ستفيد هذا الشخص في وستفيد أيضاً جهة العمل في أن هذا الشخص طالما أنه لديه خبرة في هذا المجال فنحن نحتاجه رابعاً المهارات الشخصية يعني أحياناً الشخص يكون مثلاً متخرج في كلية مثلاً زي مثلاً عندنا نحن اللغة العربية مثلاً وعنده مهارات أخرى مثلاً يكون عنده مهارات تدريب في مجال معين مثلاً في التنمية البشرية أو مثلاً عنده مهارات لنقول مثلاً الرسم مثلاً عنده مثلاً معرض مثلاً أو أنه شخص يعني هاوي في هذا المجال خامسا الاهتمامات والهوايات هذه من الأمور التي إذا كان عند الشخص اهتمامات معينة وميون معينة يمكن أن ترشحها ممكن تعطيه حظ أكثر في هذا المجال ممكن أن تعطيه حتى تعرف به عندما يكون على رأس عمله مثلا تعرف عمله بأنه محسن لهذا الشيء أنه يجيد هذا الشيء وبعد ذلك سادسا العضويات والجوائز يعني مثلا بعض الأشخاص يكون لديه مثلا عضوية في جمعية معينة في مجالات أماكن كثيرة تعطيه عضويات فإذا كان لديه عضويات سواء كانت تطوعية أو غير ذلك فإنه يثبت ذلك ويثبت أيضا ما حصل عليه من جوائز تكريمية أي أن كانت هذه الجوائز التي حصل عليها يكون حصل على جوائز ربما تكون بعيدة عن مجال تخصصه لكنه يذكر جوائز تمييز جوائز إنجاز معين يذكر هذه الجوائز لأنها تعرف به وتزيد من حبوضه